في حكايتنا الليلة رسالة قوية لذلك الدكورة الشميت حيتش حاشة وشيكونوا رجال الرجال هما اللي يتعطوه الواحد وكيفوه به الرجال هما اللي يتخافو سيدار بي في بنات الناس وما كيديروهو مش لعبة الرجال هما اللي ما كيقدروش أصلا يطيحو الدمعة انت على مرأة حكاية الليلة اولا حكاية اليوم فيها بزاف ديال الامتحانات وديال المعانات ولكن الحمد لله فاش كاسكون النية صافية والدعوة خرجة من القلب ربي كيبشترك دائما بوحد النهاية فيها عوض جميل ما تمشيو فينو بقوا معايا انا سامية حنا بنا ستادي الخوط خمسة ديالبنات ووالد وبابو ماما انا هي صغيرة في خوتي كنا ساكنين في واحد القرية خرجة لاندينا الاب ديالي كان خدام في الفلاحة في الارض ديالو وتي خدم حتى في البني ماما كانت مره مره كتخدم عند الناس لما كيعيطوا لها كانت كتشطب ليهم ولا تجير ليهم ولا ترعاليهم الغنم ولا تخدم في الزيتون ولكن ما كانوش يعطوها الفلوس كانوش يعطوها غير الماكلة اللي كانت كتجيبها لنحن البنات للأب ديالي واخا كان خاكا يخدم ما كانش اصلا تيصرف ما كانش الوجود ديالو كان عطاها غير النشاط والزهو السكرة والقرور الفاسد عز الله ماما كانت ديمة كالدبز معا معا هي الشريف وراكبو اولادك وبمره رشع لا تقيموه كانوا الديمة كالدبز والمشاكل المبناتهم السامرة جاء لما كانت ضربة كنا نحن كنا نعيشين برجوع من درجة انه لم يجدو من ملقو ملا ناكله درجة نهار ماما سعاد خبزة من هنجارتها وان انا نذاك كانت عنديه خمس سنين واختي اللي قبلي مني كانت عنديه سبع سنين خبعتنا تحت طبلاق وعطتنا الخبزة قلت لنا كلها دابا حيث إذا مجحت تجباكم سيحي ذلكم مع ما كانت تقفى في الماء و ديما يتهمها بخيانة و يقول لها بل أنه سيكون جاء لعندك تجبري كانت الخبزة و شرارك هذي كانت تقول لنا ماما وقت ما دخل عليها و ألاقيها و والده شي بنت كانت تغبر عليها بأسبوع أو لا أكثر وهي نفسه ما عندها حتى ما تاكل هذا الشي كله حيث هو بغي الولد لكن سبحان الله لما جاء الأجل و الولدات و الوليد لا تبتلش و أصلا ما يصرفش عليه بالأكس زدنات تكرفسنا حنا و أخويا ماما كانت تفعت خارج البلاد فين تخدم في شي فيرمات قد كتمشي شهورة كتتخدم و كتجي شهورة بشترتاح واحد العام فشية مشات ورجعت و داست عند واحد صاحبتها اللي كانت حتى هي كترافقها و ساكنها في المدينة ماما عجبتها الدعوة في المدينة في واحد جهة في المغرب و أخوتي مول الدار بأنها تجيبنا و يكري ليها دعمة تفهمت معا في واحد الشهر المعلوم بأنه سيجعل لها الدار في الوقت الفلانية ماما قعدت تسندك الشهر لكي يوصل حيث أخوتي كانت تقرأه لكي تسدينا لأنه لم يكن توقفه في نفس العام جاء واحد السبت بمشة للسوق و ماما نتعيطة المول الهوندا جمعات لنا حواجنا و أدتنا عيلا أننا لم نخرجوا خصوصا أنا عمرني مشيت معه و ملش بلاصة كنت نعرف غير الدار عمرنا لم يكن في البنايات في السيمة و لا ديور كبار و لا البحر في الطريق و نحن نرى لأحدا من أخوتي شوفي شوفي أفلانا شوفي البحر شوفي الديور هنا في السيمة ماشي بحل دارنا دية التراب هذا الشي وعر و نحن نقلسوا هنا واو هذا الشي يربح الجنة العقل دية الصغر المهم وصلنا و لم تتعيط لديك السيد و لم تتجاوبهاش مشيت للدار و بدتك تتق عليه سوف أسمحي لديها الشريفة و لماذا سوف نقول لكم بقينا ستة بنا واقفين تماما حتى بقينا واحد تجارة اللي ستدخلنا في سبيل الله و قلستنا معها لمدة أسبوع بذن ما ماما لقلت لنا الكرة و رحلتنا الوحد البيت ماما نظرة تعمل في الضيور و تعمل الميناج و تعمل في القهوة و في المطاعم و تعمل كل شيء و تحاول أنها توفر لنا كل شيء المهم كانت من البقانة كانت تحاول أنها لا تجعلنا بالجوع و تضمن لنا بأننا نحن مغطيين و نحسين جيد و لكن لم نكن مكسين لأنها براسة مسكينة لغالب الله لديها ستديا نفس في الضار و هي رأسة لم يكن شريوالو كانت مكرفة في هذه المطاعمة و لكن كان كل همها أنها تشوفنا لم يكن هناك الكوش المهم أنها تستمراء فيها و مرة خارج البلاد و مرة هي معنا و نحن أخيطنا بعضين و حاضنين على بعضنا و شرأت الأرض و نتبه و تُبنيت فيها مدة عام و نتبه و نتبه نتبه و نتبه و نتبه و سألت أمامها كانت تجارة مع ابن تجارة حتى تعييت لها أمها و تقول لها أجيب هاتف لانا رقيت لك لا تلعب معها أرى ما عندهم اصلا بابهم والذين لا يكون مربي أجيب هنا ماذا سأقول لكم أنا تنفل الدار بقى صغيرة و كمكي على هذه الخضراء القاسحة حتى أنا بيت المكراسي يكون عندي ابا ويكون معانا و لكن لغالب الله لا نختار والدينا وحد السيد حتى هو واحد السيد حتى هو الله يسمح له لبرامات كان الفقه كنت كنت ندوز من قدام الباب و أنا صغيرة لدينا 10 سنوات كنت نلعب و نغوت سأطلع لي مصطح و سيقول لي واحد نهار يالي تامد ياللحومة و كافكم الربح و لا تسمحوا فباكم أنا لا أعرف أنا ذاك و كيف سمح فينا و كيف سمحنا فيه أنا أصلا لا أعرف لماذا جاي لها الدنيا و كيف دور ديالي فيها أخي سأطلع 14 سنوات لماذا كنت عندي لك 10 سنوات أماما تدخل الخيرية كان عندنا غير أخ واحد اليومينا هذا عمرني ما شفته و تحشته و كنت من دي ما فرحانة به حيث هو وسط منا حسن ما يكون عندنا شيئ أب موينتي و حد النهار ستمشي تدديه الخيرية حتى يوصلنا الخبار بلي أنا هرب منها و سيحرقنا عام ما عندنا علح لا شيء خبار من بعد يبقى يهضر معنا و عد عوتاني سيغبر ولكن ما عمره مجال المغرب من ذلك الوقتها تيقول بلي أنا كيكره لأنه يتعقد من الماضي و لم يكن تعمل و أنا سيكبر حتى تدرت 15 سنة و في هذا الوقت كنت تلقى في الإعداد في هذا الوقت بالضبط و إذا كنت تلاقيت بوحد الرجل لا أعرفه يكون في الربعينات في المداز سيبديك يشوفي حتى الوحد النهار تقولني ملكا بنتي حيث كنت مريضة كنت أراني مريضة يا عمي أعطاني شي فليسات و قال لي كي سيري شريد و كنت أقل إليها و إذا كنت أقلت و قيتها خمسة دراهم و وعندما يحصل و إذا كنت أدري بجميع أن يعرف لانه مجلوب عن نفس الحر كانت تلقى بعديمة و كنت نهرب من المدراسة لكي نمشي لديه هذا الوقت لم يكن تتباع لنا فقط لذلك سوف يخرج الحكم لكي يحطيها لنا قال لها سوف نعود لك رجع و لحق علينا و أبدأ الصداع من جديد مع ماما هو يقول لها لا نصرف على الداري و لا نعطيك الفلوس حيث الشراكي تتخدمي ماما لم يكن ترجعتك تتخدم و نحن بقنا الوسط لم يكن من ناكله و هو ترفض لكي يتقضى إذا جاء الجوع كانت يمشي لقهوة أو لديه شخص عمي احدانا لكي يأكل لديها و نحن عادي و نبقى بالجوع قلسين في الدار و هذا الوقت كانت أخواتي تزوجه بقيت غير أنا و أحد أختي و هي كبر مني بشي عامين بقنا مع بعضياتنا الراس في الراس سوف يخرجنا من المدرسة سنين ماما حتاجت و جمعت لي حوائجي و سوف تصفتنا نخدم عند شخص في مدينة أخرى لديك المرأة التي تكفزت عليها بمعنى الكلمة لم تكن تكذر بني و لكن تكذر كل شيء من التحت بمعنى أنه كانت تتعنقني و تقول يا بنتي غريات دور الدور كانت تلقيها بأنها شدة فيك الحديث عند بنتها كنت كانت بقى واقفة حتى الأشمن وقت بالليل و كنت أريد أن نصلي قبل أن نعصر لكي يبقى يوزوزو و كنت نضب كرين جفاف و نجد الفطور و كنت تأتي بناتها و كنت تبقى على شخص الضبابة في الزليش و كنت تبدأ بغوة بالحق ليس مشكلة ديك 6 شهور كلها التي فعلت فيها لم تكن تقديد فيها الدرهم سنتم و الأخر لم تكن تقديد فيها ماما كانت تقديد كل شيء و لم يكن لدي مشكلة أرجعت في حالي عند ماما و كنت تلقي به ديما و تلقي به ديما قال لي خرجي من دار ممك أنا سوف أصرف عليك لأنه كانت بيلي بالأن الحياة تورضية و يأعطني الماكلة و يخرجني و يكسيني و يدعني كل ما أنا محرومة منه و أخا كان قد دبا من هذا المنبر سأقول الأمي تردوا البال و ليداتكم و أعيوهم و أقول لهم ما يشدون و ما يشدون و أقول لهم أنا و أبك اللي تعرفوني أما الغرابة لم تهضروا معهم مهم فعلا خرجت من دارنا و أبقيت مع ذاك السيد لذلك الساعة تكون عندي 16 سنة كانت يدير لي و معي كل شي و لكن كنت بقي عذراء دوس معه شهرين و سأتقلب عليها حيث الشبع مني و التي يقول لي خرجي يدعني على رأسك أنا سأعرفك بفلان و فلان و فلان أريد أن يهني أنا لم أريد لا أريد أن أرجع إلى دارنا أرجعت و لكن ماما لم أسؤلتني لأفين كنت و مدرتي مدتني لعن الطبيب لكي تقلبني لذلك سأتقلب عليها عام من بعد أن أرجعت للدار لم يكن أدوش معي كعقوبة سأتقلب أختي للمدينة و هي سأتقلب و أنا دخلت نتعلم صناعة بالنهار و كنت كم شيء نتعلم في قهواتي نتعلم و ندير الميناج و نجفف و ليس كم شيء نتعلم 130 درين في النهار لكي كنت أصرف على رأسي دوس الشيامات بحال هكاك لذلك كان صعابا لم يكن أرتاح والصالير مكافيني و أخاكك الحمد لله و أبقيت نتعلم و أنا و كنت أتخلص بالساعة و كنت أشد على حساب السوايح كمّلت حياتي عادية حتى 18 سنة و سأتعرف على شاب و هو مزوج و مطلق و عنده زوج الوليدات كان يدوي معي و يبقى عليه و قال الله و قال الرسول و إذا أخرجنا و إذا أخرجنا يسمع العاصرة و يجري يتوضى و يقلب على الجامع لا تختار ما بين الرجال غير هو نحن نتعلم بأن هذا الذي يخاف الله أعمر و يقدر أقذيني وهذه هي كنت أتعلم المهم نتعلم معي لأنه يخرجني و يتطلع فيه علماً بأنه من قبل قال لي بأنه يريد أن يتزوج بشي بنت الناس و أنا كنت نية الذي أعطيها و كنت أتعق فيه فجدر معي نتعلم معي و بقيت كنت نية فيه و قالوا مجاش و سيصوني لكي يقول لي أحقر القنازة دي الخالتي أنا أعلانيتي بقيت كنت نية حتى لتسعودية الليل فجدوا لي و قلت له و قال لي يا سامية أنا أرى إحدى الباب فعلاً خرجت اللي عنده و مشينا و بقيت كنت نظره عدت ما نقول لي صافيا فلان عفك رخصني و تبقى يقول لي لما تخافيش سوف نوصلك ركي معي في الأمانات و تعرفوا لأنه أنا ذاك كانت عندي الحرية حيث أنا و أختي كانت سرع لبضياتنا و لم تتعير بزاف بجأننا تعرفنا في مشينا و لماذا ندرنا و وصلت له حدى الليل و مششرة سوف نظره و أرى قلت لك و قلت لي و حدثني و حدثنا و وصلنا و قال لي و قد قد رأيك في الحومة لم تكن من الاحياء أجل و أقضي وسألقى و لكن لقد أطلق أعزكم الله خانزة و الكابلة و تعدى كاملا حالياً و أحسيت و كنت لك و قلت له أرى أن أرى سأتحدث و أرى سوف نظر في المرة سيحييي تسارت ويجب علي احد المضالة كبير قال لي ادخلي لي مكدابة ويزز منك ما عندي ما ندير سلمت امري الله وبدأت شار دراسي ودخلت لنستطيع ان نغوط ونستطيع احدها حيث ان الدار لم يكن لدينا لسقين وكانت تباين بأنها مهجورة من الخارج تبليك بأنها دار ولكن الداخل كانت كارثة ثم ما فين امرني ان اقلع حواجه اعزكم الله ويبدأ يهددني انا ما عندي معا لغوات انا ما عندي ما نخسر حدي سنخسر لك وجهك او انت بحك او غضا في الصباح سنذهب للدولة الفلانية حتى حد ما يعرف شو نوقع وش كون انا ستقرب مني ويحاولوا باش انه يتعدى علي ولكن ما كونش كان نخليه سيقول لي اشوفي اربعا دي الصباح عاد سنتلقيك باش نمشي في حارك دوز علي اسواع في نجاحين تنب كالربي اللي خلقني ونطلبون زوجه اعافك سهل علي الله باش نخدم سنعاون غير مامتي واني ماشي بنت الزنقة ووالو وصلت الوقت رميت علي حواجي بالزربة وانا كل اللي كانت راعدة وخرجت في حالي سيركبني في الطو موبيل ووصلني فين كنسكن ولا حاليا مهدرها دخولت بحالي للدار ما قدرت نبوح بوالو بقيت مريضة وطرم الكوبرة انه شهرين ما جاءتنيش الدورة الشهرية شكيتيك موقعات شكاريته مشي در التست ولكن الحمد لله سيخرج ليه مزيان من مراجعت لي الدورة مدت سبعة عشر اليوم من بعد ذلك كان طيح لم يبقى طبيعية سيذهب عند الراقي غير هو تقرأ لي انا كان نطقا غيب ولم نأكل شبهة للناس تنصلي ونقول يارب برجعني غير طبيعية كيف كنت يارب اسمح لياراني غير تقتب يارب برجعني غير طبيعية حيث انا ما زال اصلا مادرش نرجع ونلقاك بيار يارب خليت ما شربت من دوايات لغتي نعسوني ولكن المكلة حتى اولت فيها 48 كيلو لأيام كانت دوز وفي هذا الوقت ما كنت اعرف فارسي واش انا عذرها او لا لا حاولت انا اللي نرجع لخدمتي والحياتي العادية وهنا من جديد سنتحرف على واحد والد الناس اللي كانت عنده 25 سنة وانا دخلت في 19 سنة تعرفت عليه في الدومين ديال الخياطة في الشركة اللي انا تنخدم في الأول بدأت القصة غير بالنظارات وكانت مبيناتنا غير الخدمة سيطلب من المرأة اللي اعطتها ليسينا رحلة مع الشركة بغيت تقرب مني دفعته وغوتت عليه وسديت عليه سيطلب مني اسماحه ودازت الأمور عادي من بعد سيقول لي كنبغيه كيف ما هو وبعيوبه لانه قربني منه وكنت نحكي لي عليا وعلى حياتي وهو كذلك خلني انا ينتق فيه وستغل هذا القضية وكانت يقول لي انا راني كنبغيك وعمرني ما نقدر نأدي كسامية ولا نبغي عليك الشركة كلها عرفتني باللي انا معاه اي مشكلة كانت يوقع لي في ذلك الشركة كانوا يقاف معي فيه ويدوزون غير على وجهه ولكن في نفس الوقت مطلعش معي يا راجل علش لانه كنت كانبغيه من كل قلبي علما انني عمرني ما بغيت شي واحد من قبله قال لي خاصنا ندوزه كل شيء قبل ما انا ندوزه وعمرني ما نسمح فيك سامية سوف يصل به الدرجة انه يدوي مع ماما في التليفون ويقول لها بلي انا وبغيت نتزوج ببنتك انا نهضس مع امه ومعاخته ومعمرت اخوه يعني صافي كل شيء عرف بلي انا والسيد بغيني فلانا ديال فلانا وفلانا ديال فلانا من بعد قال لي بغيت بلي انا وتكون عندنا علاقة قبل الزواج وراني نحلف لك بل انا وعمرني نتخلى عليك راني اصلا ما نقدرش نأذيك وش الله هضور لي تبتوني ديال المعقول وما خلوش ليه ولو ضرر ديال الشك السيد غادي يستغل الغياب نتعبه اللي غادي يخلي لي عشته وغادي يستغل الغياب ديال الخوية اللي غادي يهرس ليه راسه حيجاش غا يقاليني كنت ببوحدي وما كانش لي غادي تفعليه حيط انا اللي كنت كنعود ليه وكانقول لي بلي انا بوحدي المهم هو اللي تمقسان عابيه وتنقول هذا هو الشخص اللي بغيت نكمل مع حياتي سلمت ليه ووعطيته شرفي ماذا سوف نكتش من بعد؟ سوف نكتش سوف نكتش مع صاحبه في الخدمة و سوف يدكي يعيارني ويقول لي انتي اصلا راكي مع واحد كي يدير المخدر الفلاني تصدمت و بقيت حالة فمي فاش مشي تسوّلته فعلا وش بالصح كنت تدير هذي و هذي قال لي اه كان ديره وسمحي ليه حياتي بكل بساطة و بكل ورودة وعليش حسل دابك تقول لي حيش مستحيين نقبل بهذا الشي كون عرفتها من الأول قال لي اي واحدة دابا موقع والو بغيتها انا مبغيتينيشها انا من نيتك احتفت الفتعة تقول لي هذي الجملة حتى اعطيته كل شيء من بعد بقيت كان نرغبه اولد الناس اجيل دانا تبقى لي ما عنديش ما عنديش وراني مزيّر عطيته 500 درام من عندي حتى اوليت كان اعطيه كل مرة هو اللي ما عمره مهداني حتى ورده هي الأخرى اذا كنا كان مشو غير شي مطعم انا خاص لنخلص ديما كيتش كابلي انا وما عندوش علما باللي انا وكيت خلص 7000 درهم وانا 2000-2005 درهمي لكترس ومن الفوق هو ساكن مع واليدي انا كارية وكان خلص المصروف وكان صفت تحت الممي سوف يتجرأ وضربني واحد نهار ودوزع لي اشلح واجلي كانوا خيبين اللي عمرني ما نسمح لي فيهم نقدر نسمح لي كل شيء حتى من السيدي تتعدى لي اخ كان امل انا نسمح لي ولكن هذا الانسان بالضبط ابدا واش نسمح ليه الى يوم الدين لانا وعطيته قلبي وزيته الشرف ديالي نضيع لي وقتي وهرت لي قلبي وكذب علي وهمني باللي انا وغيت زوج بي ولكن ما صدقش المهم بقينا مره ندابزو مره نتارحو وبقت غدا بحلاكة حتى قلت لي صافي ما نقدروش نكمله كيف حلق الدين بقى معك في الحرام الحرام اللي كنت كان هرب منه الحرام اللي علاقبله قريت وخدمت باش انا ممشيش ليه المهم سيقول لي صافي انا هاد الاسبوع سأدوى مع امي و سأدوى نتكلمه وفيك اول اول قلت لي صافي تاهد اخبار الخيار قل يراني داير دارد سأدوى نشدها في شهر 6 وذلك الساعة سأدوى الخطبة بدك يتبتني غير صبري معي افلانة دبا عوضك بنت الناس و ركما خليتي مدرتي علاق بلي قلتها لماما اختي وصلت الاربع وهو كان جاي السبت السيد مبقىش كيدوي معايا وطافي كل شي انا كيفاش غادي نقولها الماما وضحك فيها العادي والبادي ضحك فيها الشركة كلها ضحك فيها اخوتي ضحك فيها حتى ماما هي الاخرى اللي ولاد تقول لي اها ها هو اللي كد قولي بلي انه خاصك راني قلتلك ما غاديش يدوج بك وانتي ركي ديرا كيف البهلة واخاكاك خدينا نرجع معا فعلاقه بحل الحياة وانا عز الله قدركم ولكن رجعت معا مشي حيتش كان بغيه ولكن باش نسترف في الضيحتي رجعت معا حيتش ما غاديش يقبل علي واحد اخر من غيره وشهر الستة بديت كان عيض ليه ما بقىش كي يجوب على ثلث ايام على شهاد حتى كندخل فيسبوك القابلو كاني انستغرام بلو كاني وما بقىش كي يهدر معايا في الواتساب وبلو كاني لمدة 15 اليوم من بعد غادي افتحي ليه وقال يسمحي ليه بنت الناس انا راني باغي نرجع اليك راني من قبل فاش قطعت عليك ما كنتش نحسب راسي هو هاداك ودبا راني فاش ندوي معك راني مزيان خسرت عليه جملة ولد الناس اذا بالصح باقي يباغيني ديش حاجة على قبل وخة غير صغيرة اه ها هو خيشة الله عجيش ندار ارجع بلو كاني من كل شي وما بقىش كي يهدر معايا خرج من الخدمة على سعدي وعدي لانه ما بقيتش قدى نشوفه كل نهارتي يضحك مع واحدة ما بقيتش قدى انه الناس نعتو فيها ما قدرش نكمل حتى حياتي والتي تنقيل غير نبكي ونصلي قيام الليل غير باش ندعي فيه كان ندعيه نقول ليه يا ربي خود حقي وسترفضيحتي غادي نتعرف على واحد البنت اللي كتخرج للملهة الليلي وبدأت تكديني معاها انا كنت بغى غير شي حاجة يتنسيني والتي تحترا كنخرج وكنمشي مع الرجال انا ذاك شي غير غادي وتي يزيد يفكرني فيه غيرك يخرب مني شي حد كان بدأ كنزيد نبكي كنت خدمة على راسي تابع الحلال عمري فكرت في الحرام وشوفو هو في نصفتني ذاك الانسان اللي بغيت كنت ندوز ايام بلما النعس بالصدمة وراسي كانت كيت ترتق بالحريق وبدأ نقول علاش دار معي بحلاكة كان بإمكانه انه يحبس كل شي من الول وما يتفلاش علي ويقول يراني كان بغى ندير معك كل شي ومدينة اللي راني سكن فيها عمر ابنت الليل كان بإمكانه بلي انه يختار غير واحدة منهم ويجعلني انا بشرافي بحياتي بالمشاعر التي كانت مستقرة حتى قررت انا مشي عن طبيب نفسي واخيرا كان نعز بحالي بحال الناس وكانت ناكله وكانت تحسن وكانت كل شيء طلب مني وقت ومجهود مره 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 كنت نتلقى الديسكو حتى الوحد النهار سوف نتلقى بوحد الناس اللي مكانش مغريبي سأعرض علي واحد الصباح باش انا نخرجه وتمشي ناحية البحار وفطرنا مجموعين طلب مني نعود لي انه شنو اللي وصلني الديسكو تعود علي الفيلم حياتي كله وبدأت بكي لي تماما حيث ما عمرني عودت لشي حد حيث هذا الشيء ما كنت تعود وإلا سوف نتعير بوحد النهار سوف نتلقى وعرفت باللي انه كان غير عابر سبيل حتى عيت لي واحد النهار وقال لي بغيت تكون مبيناتنا علاقة أسامية وقال لي خاصتك تعرفه وخلقتني في الديسكو وانت ماشي مسلم وزيدون ما نقدر نضيع وقت معاك وانا ما عارفة مصير ديال هاد العلاقة خاصتك تسلم وضمني بلي انه هاد العلاقة بشنو غادي تسالي شيء حد الحلال قال لي ما غاديش نقدر نسلم يوصفي الله معك من بعد غضي عيت لي باش يقول لي ارى بغيتك توقفي الديسكو واناكي ضمني لي بلي اناكي ما تخونينيش قلت لي اسمعه فلان اذا انت وفيت بهم انا معك في كل شيء قال لي انا ما عديش مشكل سيمانا خرجت معا فيها غاديشهد وغاديدخل الاسلام واناكي اخطبني فالخطبات يالي جاتني الدعوة فشكل تان قول واحد قهرني بالوعود واحد علاقة بلي باع كل شيء كان احتارمه ولكن ما قدرتش نبغيه الله يعمرها سلعة وتيوفر لي اي حاجة بغيتها ولكن غالب الله قلبي ما زال ما قدرتش يبغيه وبقيها مصدومة من ذلك الشيء اللي وقع لي قبل منه حنا اليوم كنقضل وراقي دينا باش اننا نتمعوا معاضياتنا ونمشي معاه هو كل مراجيل عندي فاش تيبغي يرجع في حاله تيبقي على النقني ويبكي ولكن انا ما عارفهاش مع الوقت باللي انا وغاوش غادي نقدر نبغيه ولكن اللي انا عارفه انت اكدى منه انه هاد السيد اللي غادي نكون معاه انكون معاه وانا فرحانة وغاي يقدر يدير كل شيء على قبلي انا دي بقاسه في الدار تيصفت لي فلس كل شهر ومفرليا اللي بغيت في انتظار انا نقدر الامور دينا الادارية نصحتي اللي بنات من الحكاية دينا اليوم ساحتي دي انا قدر نقول ان الناس يا مو عمر ما تتسخش يذكر كيف ما كان نوعه كاملين كاملين عقد حاجة دياله منك صافي احس بك فائل وحترخيصة طبعا حيث احنا في المغرب هدول مفهوم الدكورة اعطتني انا اعطتني واحد اخر كيف نعمل اسماية اهو غايف ستلوية ملوية ملوية اصحبت ايدي واحدة اخرى ليس لما عملت شيئے انا أنت نعمل معك مستحير يددك وبينيس كل ما تتسقي مع رأسها وكل ما تفحك كبير كل ما عملت بوجهة وليديها لا نعمل كل شيء احيان في قادر الولدين وخرما يكون نشلي الولدين وقتر وليديه للغراب الكبير ويجب من يحبنهم على رهدتهم ونحن نحن نليس بدون الخروج ولكن وفرهم الحب والحنان ما تخلص شي اagnaو وفر له الحب أعطيه فرصة التحبير على رسمه وابنتك تكون عادة تحاولك هادئ وهادي وماما أنا كنت أشعرها كماما يعني عادي وصافي هذا الإنسان هذاك ما هو ما لا يسمح له الله يأخذ فيه الحق كنتمني كنتمني وكان هو يسمعني وكل ولدنا في الدنيا لما عندك خطة صغيرة عندك مامك غبي عندك بنتك إن شاء الله ما تحرق الدنيا ما يعتمر فيك وكنتمني كنتمني كنتمني سدربي وكنتمني نشوفه 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 وكنتمني مخصص من حياتي وحطمني وحرسني ونسمحه بحياتي كاملة كنتمني كنتمني أخذ حقي منه في الدنيا قبل الأخيرة وهذه كانت حكاية وهذه كانت حكاية سامية يا سادة يا كرام الذي كنتم تقوله في الأخر الراجل ليس هو مصطاش سروا تنتعى الطموبيل أو صباطه أو كوستومه الراجل بالأفعال دياله لبناء تقوموا بحلقة تحديثة العادة الهضراء التي ستقول لكم قمت بحلقة تحديثة لا نستطيع الهضراء إذا ما زال ما دقش بابنا ومعقدش معنا قمت بحلقة تحديثة دائما نقول لكم سوف يفرش لك الدنيا كامل هوروض أحمر لماذا لا يصل الهدف ومن بعد سوف يقول لك السلام عليكم سوف يقول لك سوف يجربتك وانتي لم تصدقتيش وكيف تحديثة معي سوف تحديثة معي سوف تحديثة معي أعمركم ترخصوا راسكم أعمركم تبيعوا نفسكم أعمركم تحديثة معي السباب جدا وتعطي شرفك وتعطي المبادئ جوجودك يكون لديك اباك أو لا يكون لديك يكون لديك خوك أو لا يكون لديك يكون لديك عائلة أو لا تكون لديك وكيف تحديثة معي لا يستطيع المبادئ لا نقدر أيضا أكبر دليل وفي الأخرى نستبدأ عبرة من الحكاية التي كانت تمنى أنكم لا تجعلونها لأقارب ووالدين يعطوها لوليداتهم يسمعوها لكي يتقنوا بأن الكلام يبيع ما يشري وصح هو الورقة وفي سنة الله ورسوله بالنسبة للسامية نقول لك تخطي الأمور أكيد سيأخذ الجزاء لك ولكن سير معاد الإنسان بالنية لا تدخل الإسلام على قبلك لا تدخل الإسلام على قبلك لا تدخل الإسلام بالطريق الصحيح لا تدخل الإسلام فيك في الهيئة والأخلاق لا تدخل الإسلام لا تدخل الإسلام ويجب أن يكون مسلم مؤمن حقيقي الله يسخر لكم الله يجمعكم في الحلال تنتمنى أننا والمتابعين للكرام أنهم يدعوا معك وضمتوا في رعاية الله وحفظه سلام سلام